موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم مرة اخرى في عالم ملك الفيديو اليوم سيكون تاني مائدة فطور اللي غادي نحضرها معاكم نظرا نطلب مجموعة من المشتركات اللي طلبوا مني انني تختجي معاهم مجموعة من الوصفات اللي كنحضرها انا في طويلتي رمضانية فهدا كما اكتلكم عن طلب بزاف ديال المشتركات ونتمنى هاد الفيديو الى الاعجاب ديالكم نعتدر عن تأخير في تنزيل الفيديوهات فراكوا عارفين شغالات مع الاطفال فاكما كتشوفو هادي هي طاولة الافطار اللي غادي نحضرها معاكم الى بويتو تعارفو المكونات ديال هاد الوصفات كامل اللي محتوتين فوق الطبلة فاخليكم معايا الاخير وكما كشتوف طاولة كان محتوت البطبوط دبا غادي نوجد العجينة ديال البطبوط ديجا درت ليكم فيديو على العجينة ديال البطبوط كيفاش كدرت صايب فانا وضعت اسمي دا الرقيقة اللي هي الفينو ودقيق وشوية ديال الحميرة ديال العجين وشوية ديال الملحة وجمعت اللي جينة ديالي ومبعد لكتها مزيان ومبعد ورقتها هاكدا بالوراق وغادي نشكل دوائر صغيرة بهاد القطاعة هادي لما كانش عندكم هاد القطاعات تقدرو تديرو غاي كأس وتقطعو به او لازلافة ودبا غادي نخليهم يخمرو هاكدا فوق من واحد الميندي اللي هو نقي ومبعد ما يخمرو غادي نطيبهم هاكدا في ميقلات او لاتاجين ايلا عندكم تاجينة مبعد مطابو غادي ندوز باش نوجد الحوشوة ديال البطبوت هادا اليوم غادي ندر غاي حوشوة باردة يعني ما غاديش نطيبها هنا كما شدرت طون انا كنت تتعمل طون ديال الماء تقدرو تستعملو طون ديال الزيت غاي هو تصفوه هاديك الزيت وقطعت جوج بصلات هاكدا ودرت شوية ديال الدراو وشوية ديال المايونيز وخلط تقدرو تضيفو لها الجازر محكوك تقدرو تضيفو الفلفلة حمراء مقطعه تضيفو لي كورنيشو الزيتون الحاجة اللي بايتوا تديروها في هاد الحوشوة تديروها فهي سهلة تحضير كما شدوا ما فيهاش مكونات بزاف وكتجيل ديدة بزاف صراحة هاد الحوشوة اللي درتها تستحق انكم تجربوها فاجربوها اردو لي الخبار في الكمنتر كما كتشوفو انا كنعمر البطبوت ديالي ونحطوها هكدا فوق من زلافة مفرشت فيها ديجا الخس وده بغادي ندوز نحضر واحد الشربة اللي مشهورة عندنا احنا في الجهة الشرقية اللي يقولوا ليها الشربة ديالي لسان الطير او لليسان العصفور فهي مشهورة عندنا كما شدوا هنا يا درت في مولينيكس ماتيشا والبصلة والرباع يتحنوا مزيان يعني تقريبا هي كتشبه شوية الحريرة غي ما فيهاش الحمص والعداس ودك الشي كامل هنا درت الحم يتقلب شوية البصلة ودرت له شوية دير السمن الحار وسمحوا لي المقطع معرفتش ما تصورش ولا ما لقيتوش مهم اللي جيت ندير المونتاج ديال العطرية بنسبة العطرية كيما اكتلكم بحل الحريرة غادي تديرو الملحة وشوية ديال خرقوم ديال الفلفلة حمرة وديال سكنجبير وديرو حتى شوية ديال القرفة ومبعد من اللي غادي تبدك اللحم ديالنا غادي ندفو كنور وشوية ديال السوستومات ومبعد ندفو الشربة كيما شتو وكتجيع لهذا الشكل هذا كتجي رائعة جربوها وردو عليها وليوم غادي نديرو طاجين ديال الحوت شهينة وبغينا نديروه بما اننا كان الويكند ذاك النهار فبغينا اننا نديرو طاجين ديال الحوت هنا كيما شتو عندي حوتها بعد ما عدلتها ونلقيتها مزيان وفلحتها درت لها دوك الفتيحات باش يدخلها الطياب مزيان وغادي نصيب الشرمولة المغربية المعروفة درت شوية ديال تومة شوية ديال معدنو سوق صبار ودرت شوية ديال ملح سكنجبير شوية ديال خرقوم شوية ديال تحميرة ومعلقة ديال كامون وشوية ديال الزيت وصرت نص حامضة كيما تعرفوا جميع ان الحوت كيبغي الحامض وكيما كتشوفوا اني كنشرم المزيان هذيك الحوتة ديالي باش ندخلها بزيان ديال الشرمولة ودابا غادي ندوز باش ندير الخضراء اللي غادي نخضر بها هذيك التاجين ديال الحوت درت البطاطا درتها في الماء تسلق مع شوية ديال الملحة ما غاديش نسلقها بزاف نسلقها غير واحد نسلقها مع شوية ديال الملحة ومبيت كيما شتو هنا كنسترها هكذا في هذك المول اللي فيها الحوتة ومبيت كندير عليها شوية ديال المعدنوس والتومة لانه هي ديجا درت لها الملحة سلقتها في ذاك الماء وذاك المال اللي سلقتها فيه كنضيفه في الطاجين مكان لوحوش هي تشكي يعطي كيكون فيه جميع البيتامينات ديال البطاطا ومبيت درت شوية ديال الفلفل اسود فوق من البطاطا ديالي وسترتها كده الحامض المصير والفلفلة حمراء وخضراء وصفراء كانوا عندي ديجا في المجمد ودرت شوية الزيتون وفي الاخر ضفت شوية زيت بنسبة السلطة فاليوم قررت انني نحضر غدرا هكذا غدي نسلقوه في شوية ديال الماء والملحة نخلي حتى ساعة هكذا سيطب مزيان بما اني درتو خف تنجرة عادية ومبعد غدي ندخلوها في هاد اللي كوردون اللي كتعطاه شكل جميل وكتسهل عليك الاكل من اللي جيت بغيت تناوليه تشديه بهدو كوردون وده با غدي نحضر واحد المقبلة اللي هي رائعة كتجيب بالروز والكرافات بالروز والكرافات انا درت ديجا الروز يتسلق في الماء والملح الروز البسماتي هادك الصفر ماشي الروز البيض ملأ احسن تاخدوه الروز البسماتي وهنا دينو جد صلصة فاشغادي طيب الكرافات او القيمرون بالنسبة للمتتبعات اللي في الدول العربية القيمرون هو الكرافات وهنا درت لاصوس كي ما اشتو حكيت معتاشا ودرت شوية ديال المعدنود شوية ديال التوما وشوية ديال الملح وشوية ديال الفلفل الاسود ودرت معي القصغيرات ونجعل ديال الاسود حتى التب مزيان وشرب قاعدة كل ما ونضيف الكرافات بعد قشرته وغسلته مزيان ونضيفه الاسود كما تعرفو الكرافات ما يحتاج بزاة طياب ونضيف الروز اللي سلقته كما شتو الروز ما تاخدوش هادك ليكي يتعجن من الاحسن تبقى هكدا حبه وحبه بصول على حبه كتجي رائع هاد المقبلة كنصحكم انكم تجربوها يعني هدينا دائما ندير الحود سوى مقلي او تاجين كنرفقو بهد المقبلة هدي ديال الكرافات بالروز كتجي رائع جدا كنصحكم كنصحكم انكم تقدموها بشكل اللي بغيتو فهي كتكال ساخنة من الاحسن انها تكال ساخنة او لدافئة وتقدروا تاكلوها كاي اللي كي يبغي يأكلها برده ولكن انا كنفضل اني ناكلها سخونة فهي كتجي رائعه او صافي كما اشتو انا قدمتها هكدا في هالطبق هادا وانا من الاحسن نزوقها بكرافات اللي هو ما مقشرش ولكن هنا مكانش متوفر عندي وزوقتها بعدك سغيمي هكدا والخصو الحامض يعني كي ما كلكم زوقو بشكل اللي بغيتو ودبا غادي ندوز نحضر العاصر بنسبة العاصر هنا يقطعت البانان والكيوي وغادي نضيف له عاصر ليمون اللي انا عصرتو من قبل وصافي ونضيف السكر يعني حسب الرغبة وغادي نطحن هاد العاصر تيالي يعني انا اللي فخوي لي كيكونوا مشوفرين عندي كنصنع بهم عاصر ماشي ضروري عاصر بغسات معينة موسيقى وصافي دبا غادي نبدأ باش نوجد اطباق باش نحط طبلة ديالي صافي لان الاهدان قرب ديال المغرب انا وجدت هنا جميع الاشياء اللي غادي نحطها في الطبلة كيما كتشاهدو في الصور موسيقى 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 وصافي دبا غادي نبدأ نوجد باش نحط طبلة يوما بما انه الويكند فغادي فتروا معانا وليداتنا بنسبال بنتي تهيه صايبتليها من الجهة الاخرى ما كيباليكمش لوي بلاديها لها فين صايبتلها فين غادي تاكل وبنسبال ولدي فهو كان الشيه بكري وما كيبغيش يجلس معانا في الطبلة كيبقى يلعب كيما كتشاهدو هنا قمت درت كل شي الاشياء حتياتهم وان فوق من الطبلة وهذا هو شكل نهايي ديال الطاولة لكن مشتول بطبوط هذيك الحشوه كان نصحكم تجربوها كتجي رائعة وحتى المقبلة ديال الكريفات مع الروز فهي كتجي رائعة بزاف بنسبال الطاجين فهو عادي كنظن كلكم كتعرفو طريقة تحضير الطاجين غير باختاجيتو معاكم او لكين بزاف المشتركات في الدول العربية اللي متبعين نحتهو ما فيقدرو يبغيو يعرفو طريقة تحضير طاجين ديال الحوت المغربي ودراحتها كيموك لكم من ديك الفكرة ديال انكم تدروها في هذوك الكوردون هذوك العويدات فهي كتجي رائعة سهل عليكم الماكلة وتعطيهم حتى شكل زوين وهذه الشربة ديالي حتى هذو الشربة نصحكم تجربوها كتجي دي ده بزاف يعني اعتدر على المقطع اللي تحيد ديال العطرية إلا بغيتو نديرها لكم في فيديو خاص باش تشوفوني عشان الطريقة كيفاش كنديرو نصيبو هذو الشربة ديال السنتر او لليسان العصفور فخليوها لي في الكومنتار ان شاء الله نديرها لكم في فيديو خاص وهنا كيما كتشاهدو بعد ما ادن ادن المغرب فكن نفطرو كيما كتشوفو كينل الابنة ديالي حتى هي كتفطر معانا والديرة كيلعب ما كيبغيش يقلس معانا لان كيما كتعرفو جميع ان انا كن نفطرو روطار يعني اقول تسعودو نص ولاعات كنكونوا قلسين في الطبلانيشان وكناكلو يعني كتكون الوقت روطار بزاف وهما في هذا الوقت نومال مو في الايام العادية كيكونوا ناسين ولكن بما انو الويكند يعني نهاية الاسبوع فهما راهم فايقين معانا يبوا لكن هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون الاعجاب ديالكم ما تنساوش الى عجبكم فيديو تديروا لايك وتبغتا جيوه مع العائلة والاحباب واذا كنتي ما زالة ما ابونياش فلاشين ديالي تابونيها كتاب بش يوصلك الجديد ديالي ونتلقوا ان شاء الله في الفيديو الماجيز اشتركوا في القناة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة